عليكم السلامة وعلى الله وبركاته ورحمة الله وفيك أفضلت الشيخ وجزاك الله خيف وفيك تفضل أعطيت رجل أمين يا شيخ مبلغ من المال بوصل أمانه بيتاجر به في أمور متعددة ومنها شراء الزعب وغيره فلان الزعب انخفض سعره فقلت له اشتري به ذهبا بهذا المال وهو يتصل على الرجل في مصر اللي هم التجار في مصر اللي احنا في الصعيد يعني يتصل على التجار في مصر ويأخذ منهم الذهب ويروح فيه تعامل بينهم وبحسبهم فأنا أستنى لما الذهب يرتفع السعر وبيع والذهب عنده ولا أنا باخدش حاجة هو عندنا هذا الشر هل هذا المعاملة حلال يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالذهب كعملة خاصة أو كهو والفضة لا بد فيها من أن تكون يداً بيد ولا إن عقد البيع في الهواتف في مثل هذه الطريقة إلا إذا استلم القيمة في الحال فإذا جئت إليك أشتري منك ذهباً أسلم لك المبلغ وأخذ منك الذهب نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد هاءً وها فغير ذلك لا يجوز فربط الأسعار في الهواتف لا تجوز لا بد من التقابض في الحال وإلا فلا يجوز وحرام والله أعلم